وكالعادة للناس اللي تبحث عن روابط أو كلمات تستخدمها في ربط الأفكار ربط الجمل أثناء المحادثة أو أثناء الكتابة ونبدأ بالعبارة الأولى وأحيانا ممكن تقول ومعناتهم كلهم على بعض نتيجة لي ورح تتضح من خلال الأمثلة بطريقة وكما رح تعرف الفروقات الطفيفة بينهم فمثلا لو أنا حابب أقول نتيجة للفقر كيف تقولها؟ يلا نتيجة لي خلاص اتفقنا وعرفنا نتيجة لي الفقر أو ممكن تقول ما فيش أي مشكلة أو ممكن تقول طبعا إن لو استخدمتها ما تقولش تقولها من غير فتقول إن طيب لو أنا حابب أقول نتيجة مثلا لغروره كيف تقولها؟ طيب لو أنا حابب أستخدم فتقول نتيجة لغروره لو أنت حابب تقول نتيجة لكونك لكونه لكونكم أي أن كان المخاطب فعادة تقول being بعد of وبعدين تكمل بأي صفة أو حتى اس مثلا نتيجة لكونه مثلا مدرس فتقول فتقول as a consequence of being a teacher ودوس صفة أو اسم أو الاثنين مع بعض أو مثلا حابب أقول نتيجة لكونه كسل كيف تقولها؟ as a consequence أو as a result of being lazy طيب إذا حابب أتبع of بفعل حابب أقول نتيجة للتفكير مثلا نتيجة للرسوب لاختبار نتيجة لفقدان الشغل كل ما عليك أنك تتبع of بأي فعل بس تضيف له ing يعني يكون gerund فمثلا إذا قلت نتيجة للتفكير الإيجابي فأقول as a consequence of thinking positively ومثلا حابب تقول نتيجة للسقوط في الاختبار أو رسوب في الاختبار فتقول as a consequence of failing the test as a result of losing my job نتيجة لفقدان عملي ودائما بعد هذه العبارة وخاصة لما تنتهي بof ما ينفعش تتبعها بجملة يعني ما ينفعش مثلا تقول نتيجة لي مثلا أحمد خسر شغله لا ينفع باللغة العربية ولا بالإنجليزية فما ينفعش تقول as a result of أحمد lost his job في استخدام لهذه الكلمات تتبعها بجملة ولكن رح يكون القسم الثاني من هذا الفيديو إذن بكل بساطة لما هذه العبارة تنتهي بof تتبعها يا إما باسم مثل الأمثلة السابقة المهم تتبعها بعبارة مش جملة مكتملة ويتكمل جملة تكون رح تتضح من خلال الأمثلة فمثلا حابب أقول نتيجة للفقر الكثير من الناس يعني بلا مأوى وبعدين تقول الكثير من الناس يعني بلا مأوى في بعض الدول العربية وممكن تشيله وتحطبتها لها وممكن تقول مفيش أي مشكلة مثال آخر مع العبارة الثانية نتيجة لغروره حابين نحطها في جملة مكتملة مثلا نتيجة لغروره هو تم طرده فقل نتيجة لغروره تم الاستغناء عنه وكمل بقية العبارات بجمل من تكوينك رح حط الآن مثال مع استخدام فمثلا لو أنا حابب أقول نتيجة لكونك أكسل أنت خلاص تم الاستغناء عنك فأقول as a consequence of being lazy أو as a result of being lazy you are أنت you are fired أنت خلاص تم الاستغناء عنك شفتوا كيف سهلة أو مثال آخر مع الجيرنت مع فعل زائد آين جي مثلا ممكن أقول نتيجة لسقوتي بالاختبار أنا عدت الاختبار أو سويته مرة ثانية فأقول as a consequence of failing the test as a consequence of failing the test نتيجة للرسوب في الاختبار وطبعا هنا يتغير حسب الفاعل فأقول I had to do it again كان يجب علي أن أقوم به مرة ثانية لأني رسبت فيه هنا يكون نتيجة لسقوتي بالاختبار طيب إذا كان الفاعل شي فتكون هنا نتيجة لسقوطها في الاختبار as a consequence of failing the test نتيجة لسقوطها الاختبار ليش تغيرت الترجمة؟ لأن الجملة التالية تبدأ بشي she had to do it again كان عليها أن تقوم بالاختبار مرة ثانية مثالين آخرين وحاول أنك تكتبهم في خالة التعليقات الآن قبل أن يظهروا على الشاشة حابب أقول نتيجة لكونك مثلا متفائلا أنت ربما تنجز أو تحقق النتائج المطلوبة كيف أقولها as a result of being optimistic نتيجة لكونك متفائلا مثل ما قلت يتغير معناها حسب الفاعل في الجملة الثانية as a result of being optimistic نتيجة لكونك متفائلا you may achieve أنت ربما تنجز the desired results النتائج المرجوة أو المرغوبة إذن هنا مثل ما قلت يتغير معنا هذه العبارة بناء على الفاعل في الجملة التي تأتي بعد هذه العبارة فلو قلت you تصير هنا نتيجة لكونك متفائلا طيب إذا قلت نتيجة لكونه متفائلا من غير ما تغير أي شيء في هذه العبارة فقط في الفاعل طيب مثال آخر حابب أقول نتيجة لفقدان عملي بـ 2010 أنا أشتغلت كقرسون أو نادل في المطاعم مش عارف إيش تقولها فأقول إيش as a consequence of losing my job in 2010 I worked as a waiter أنا عملت كنادل يعني كمباشرة نسميه في المطعم يعني العامل اللي في المطعم مش عارف إيش تسموه كل بلد لها اسم لهذا العامل اللي يكون في المطعم بيش الفرق بينهم انت قلت فيه فرق بينهم الفرق الطفيف وهذا طبعا بإمكانك التزام فيه وبإمكانك تجاهله إنه دائما as a result of يعني تتبع بشيء إيجابي مثلا as a result of thinking positively نتيجة للتفكير الإيجابي مثلا I did well in the personal interview أنا أديت بشكل ممتاز في المقابلة الشخصية فهنا as a result of لأنه بتدل على شيء إيجابي بعدها فهنا as a result of عادة بتدل على شيء إيجابي لكن بإمكانك استخدامها مع شيء إيجابي أو شيء سلبي وبإمكانك تشيلها وتحط بدالها as a consequence of ولكن يفضل إنك تستخدم as a consequence of أو in consequence of مع شيء سلبي مثلا as a consequence of failing the test نتيجة للسقوط الإختبار هذا شيء سلبي I had to do it again أنا كان يجب علي أن أقوم به مرة ثانية فهنا الجملة بتدل على شيء سلبي وليس إيجابي لكن بإمكانك استخدام واحدة بدل الأخرى في الإنجليزية الحديثة الأجانب الصباحوا يستخدموا as a result of بدل عن as a consequence of ما حد راح يلاحظ هذا الفرق أثناء المحادثة أو حتى الكتابة هذا كان الفرق الطفيف بإمكانك الاتزام به وبإمكانك أنك تتجاهله والآن استخدام هذه العبارات ولكن لما تتبعها بجملة لما حابب تتبعها بجملة كل بساطة وما فيش أحلى من البساطة لأنه راح أعطيكم أمثلة قليلة إنك تشيل كلمة of فتقول as a consequence أو as a result وبعدين تبدأ بجملة لو أنت حابب تبدأ بجملة مكتملة فمثلا حابب أقول أنا عشت في الرياض ونتيجة مثلا لذلك فأقول as a consequence أو as a result بإمكانك استخدام واحدة بدل الأخرى أو in consequence ما فيش أي مشكلة أنا اشتريت منزل جديدا يعني عشت بمدينة الرياض ونتيجة لذلك أو باستخدام إحدى العبارتين تعطيك نفس المعنى وبعدين تبدأ جملة جديدة فتقول I bought a new house أو ممكن تقول I don't trust fake people أنا لا أثق بالناس المزيفين نتيجة لذلك فتقول as a result أو as a consequence I surround myself with honest people أنا أحيط نفسي مع ناس صدوقون وليس كذابون إذن بإمكانك تقول as a result أو as a consequence لكن هنا ما تقول as a result of وبعدين تقول I surround myself لا ما تكملهاش بجملة لأن as a result of دائما تكملها بعبارة زي الأمثلة السابقة والعبارتين مثل ما قلت تعطيك نفس المعنى والفرق الطفيف بإمكانك الالتزام فيه أو تجاهله زيه زي الفرق السابق أنه as a result يأتي بعدها شيء إيجابي بينما as a consequence عادة يأتي بعدها شيء سلبي ولكن هذا الفرق أصبح الآن يتلاشى ولا يعمل به الأجانب يستخدمه واحدة بدل الأخرى سواء إيجابي سلبي It doesn't matter والآن مثالين ومطلوب منك أنك تكتبهم في خانة التعليقات أنا أعيش في مصر ونتيجة لذلك أنا لدي مثلا اللهجة المصرية أو أتكلم باللهجة المصرية أو مثلا حابب أقول أحمد يعني طردني من الشركة فصلني من الشركة نتيجة لذلك أنا أصبحت يعني مستقل ماديا كيف أقولها باللغة الإنجليزية اكتبها في خانة التعليقات باستخدام إحدى العبارتين تعطيك نفس المعنى لكن لو أنت حابب تتقيد بالإيجابي والسلبي The ball is in your court الكرة في ملعبك وطبعا هنا تعريش سريع على because of أو due to اللي معناتهم بسبب وبإمكانك إنك تستخدمها مع معظم الأمثلة بدل as a consequence of أو as a result of فمثلا ممكن أقول because of poverty بسبب الفقر أو ممكن أقول due to poverty بسبب الفقر ودائما لما حابب تستخدمها بدل as a result of أو as a consequence of لازم because تتبع ب of وي دو تتبع ب to عشان تديني هذا المعنى فتويتكمل مثلا الكثير من الناس are homeless بلا مأوى in some Arab countries في بعض الدول العربية مثل ما إحنا باللغة العربية نستخدم مثلا ممكن تقول نتيجة للفقر وممكن تقول بسبب الفقر because of poverty بسبب الفقر أو due to poverty بسبب الفقر العبارتين تديني نفس المعنى متطابقات بالمعنى ولكن الشائعة أثناء المحادثة أو الكتابة because of ولازم تتبعهم ب of because تتبع ب of وي دو تتبع ب to عشان نستخدمها بدل as a result of أو as a consequence of فالعبارات زي اللغة العربية وهنا ممكن حابب تقول نتيجة للفقر وواحد ثاني حابب يقول بسبب الفقر لكن لو أنت حابب تستخدم because يعني بسبب بس تتبعها بجملة ما تتبعهاش ب of فمثلا ممكن تقول because people are poor بسبب أن الناس فقراء they are homeless هم من غير مأوى هنا تتبعها بجملة لأنه because ما تبعتش ب of ما فيش أي مشكلة ومش ممكن تقول because poverty لازم because of poverty لما تتبع because بعبارة لازم تتبعها ب of وي دو لازم تتبعها ب to عشان تديني هذا المعنى لأنه غير كذا لها معنى مختلف تماما وطبعا في حلقة كاملة عن هذه الاستخدامات يعني عن كلمات تعطيني نفس معنى do to because we because حلقة مفصلة لا تفوتها this is me saying to ya see ya